اهلا بكم ايها الرائعون اسلوبك في التعامل مع الناس قد يجعل منك انسانا محبوبا من طرف الجميع او عكس ذلك اذا كنت تنتظر ان تلقى الاحترام والمودة والمحبة من اصدقائك وكل المحيطين بك عليك ان تكون مستعدا اولا لمنحهم هذه المشاعر كلما كانت مشاعرك طيبة من نفسك طبعا كلما كانت ردة فعل الاخرين متوافقة مع صدق هذه الاحاسيسة امنح حبا اكبر للناس لكي تتلقى المزيد منها حاول ان لا تركز على الحالات الاستثنائية لأناس اعطيتهم محبتك وكل مشاعرك ولم تتلقى منهم الا الشرور اجعل من ذلك استثناءا فحسب كلما كانت افكارك الداخلية تصدق هذه المشاعر كلما تعرضت لتعامل من هذا القبيل ببساطة ركز على كل شيء ايجابي اذا تحول الى حقيقة في عقلك الباطن سوف تجد كل الامور تسير على النحو الذي تريد المشكل ان اغلب الناس يؤمنون ايمانا راسخا انطلاقا من تجاربهم طبعا ان المحبة غير موجودة او ان الاصدقاء الحقيقيين غير موجودين وهكذا هذه الافكار تحولت مع مرر الزمن الى معتقدات لذلك تجدهم دائما امام تكرار نفس المشاهد كل مرة مع كامل الاسف الفكرة ببساطة تتعلق اول من احاسيسك تجاه كل شيء كلما ركزت على بعض الانواع من المشاعر التي صدقها عقلك مع مرر الزمن كلما بارزت اكثر في حياتك من تعبير اخر كل شيء سلبي يظهر في حياتك تجد له مصدر قديم في عقلك اللوائي وبالتالي فهو يجلب لك نفس النوع من المشاعر لكي تتلقى مزيدا من الحب امنحه اولا بلا حدود وسوف ترى ان كل شيء اذا يتعلق بعمق رأيك الداخلي في اي شيء يظهر في حياتك كلما كانت افكارك الداخلي رائعة كلما تجلت الروعة اكتر فاكتر في حياتك يوسف حسن في امان الله ترجمة نانسي قنقر